أهلاً، 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 أهلاً. ما هو الأن؟ نعم، فيها قرار فيه طبعاً. نعم، هل ستحدث عن اليوم من الأسبوع؟ جيداً، أجل، وسوف نضع فيلزه في الوصفة حتى تصبح هناك. وأكدوك، سأعرف حاً هل لف beers فيديو قبل أن نجمع اليوم الوحيد. هل حظتم؟ إياه. أولاً، سأقول أن في كل دولة هناك ألم scholar weekdays، وحاولة ألم scholar week end. ويكدايز دي الاتتباع المصالح الحكومي والمدارس في بشغال فيها أما الويك اند دي فهي اسمها عطلة نهاية الأسبوع والويك اند أو عطلة نهاية الأسبوع بتختلف من دولة التانية يعني مثال كده في كاندا عند يو اس اي الويك اند عندهم سبت وحد وكذلك الأمر في البلاد الأوروبية أما في البلاد المسلمة زي مصر ودول الخليج فالويك اند عندهم يوم الجمعة ويوم السبت فتعالنا نشوف نطق أيام الأسبوع بالإنجليش إزاي ويكدايز إن إيجر أيام الأسبوع فمص سندي موندي توزدي ونركز على يوم الثلاثة اسمه توزدي وش لازم أقول في يوزدي توزدي توزدي لاتس كيف جوين وينزدي وينزدي وديه طبعا صحيلا في وينزدي وين وينزدي موفي نون ثورسدي 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 يوم الخميس ما اسمهوش ساراس داي اسمه ثورستاي والتي ايش اللي احترامها هنا في الكلمة يبقى دي ايام الاشبوع وايام العمل الرسمية في مصر بنيجي بقى على الويك اند في مصر بتبقى ايام فرايدي و ساتردي ممكن كمان تقولها ساتردي مالا ساتردي ولكن بالامريكان اكسن트 حرفة تير لما بيأيب جاهز تدء خفيف cuts خفيفة الما زاندي و ساتردي اش Sound بجوانت بردام 좋은 ت Raymond انت ضعي 64 مملك يوم shall we ينفع الكلام ده? طبعا ينفع لما التي اتكلم على ع режим ع mega من كل اسبوع والحاجة دي متواصلة متاح لك جدا انك تحط الاس زي مثلا المسلم معانا واحنا بقول I don't work on Saturdays يعني انا في كل يوم سبت من الاسبوع ما باشتغلش بالعربي بتاعنا كده انا باشتغلش ايام السبت طيب لما يجي حد يقول لك I'm free only on Thursdays I'm free only on Thursdays فهمت ايب الجملة انا عن نفسي فهمت ان الراجل ده عنده وقت فراغ او فاضي بس في ايام الخميس يعني انا عندي مصلح معي انا بروح له يوم الخميس من كل اسبوع ده الوقت اللي هو بكون فاضي فيه I'm free only on Thursdays ملاحظة حاجة ان مع كل الايام انا استخدمت حرف الجرر on و on هو حرف الجرر اللي بيجي مع الايام On Monday, On Tuesday, On Wednesday, On Thursday, Etc مش كده وبس حرف الجرر on كمان بيجي قبل كلمة weekend او عطل نهاية الاسبوع I don't go to school on the weekend I don't go to school on the weekend و كمان لو عايز تقول كل عطلة اسبوعية من كل اسبوع برضو بتضف لها حفل اس عشان تكون weekend تعالوا تشوفي سيف He doesn't work on weekend He doesn't work on weekend So that's it, that's all for today Thank you very much for watching guys I hope you like the video If you did please don't forget to subscribe, share and like the video Because it matters a lot to us و لو كنت عايز تأخذ كورس المحادثة بالإنجليش احنا عندنا الكلاس الجديد حيبدأ ان شاء الله في 1 مايو 2020 هنبدأ اول كلاس المشي تلاقي الساعة 5 في وقت مصر كل اللي عليك انك تملى الاستمارة اللي حسب عليك في ديسكريبشن في الفيديو ده و انا هرد عليك على طول Thanks again and have a good day Peace موسيقى